تفاول حذر يسود محافظة كاركوك مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات التي تجري فيها بعد توقف دام لأكثر من 15 عاما كاركوك المحافظة الغنية بالنفط يعاني سكانها أوضاع اقتصادية صعبة وتحديات أمنية إضافة للبطالة والتلوث البيئي وانتشار النفايات كاركوك من 2003 لحد الآن أي تطور ما شفنا شعب كاركوك شعب مسكين من كل قوبياته كلهم أمنياتهم أن يتعمر كاركوك كاركوك ثاني محافظة نفطية يعني يرتزق منها باقي المحافظات المحافظة مثل ما نقول قائمة من وقعه من أزمة من 2014 حد 17 كان تنظيم داعش الإرهابي فإحنا نتوستن بخير بهاي الوجوه الجديدة اللي راح تظهر للساحة السياسية الكاركوكية فنتمنى من عدهم أن يتوحدون فيما بينهم ويرفعون من واقع الخدمي للمحافظة بلدية كاركوك أفادت أن تخصيصات التنظيف تبلغ 200 مليون دينار شهريا في حين أن المحافظة بحاجة إلى أكثر من مليار دينار مشيرة إلى أن الخدمات ليست بمستوى الطموح تخصيصات المالية كما تعلمون قليلة جدا نسبة إلى كاركوك والتوسع التي حدثت في كاركوك الآن التخصيصات قليلة لكن في ميزانية 2023 تم تخصيص 10 مليارات لتنظيف مدينة كاركوك وإن شاء الله في طور المصادقة وتأتي كاركوك بعد البصرة بالثروة النفطية إلى جانب أهميتها من حيث موقعها الجغرافي المميز كحلقة وصل بين أربع محافظات هي صلاح الدين وأربيل والسليمانية ونينوى يأمل المواطنون في كاركوك من مجلس المحافظة الجديد حل العديد من المشاكل كالتقليل من ساعات قطع التيار الكهربائي وتوفير مزيد من فرص العمل ومعالجة ملف النفايات المهمل منذ عام 2015 سعدون السلطان الحرة كاركوك